هنكمل بقى بقية الأسئلة عندنا دلوقتي أسئلة بقى مكتوبة يعني خدنا سؤالين تسجيلات صوتية ناخد بقى أسئلة مكتوبة مي سيد بتسأل بتقول مساء الخير يا دكتور عندي ولد عمره سنة تمام؟ أنا بكتبعه معاك سنة طلع السنتين اللي تحت بيرضع طبيعي وبيصحف بس بيصحف بس تمام وبيأكل كل الأكل أدي له فيتامينات ولا أسيبه الواحد وهيقف وهيطلع سنان تاني من غير حاجة طبعا هو عنده سنة وطلع سنتين ده مستوى تسنين معقول بالمناسبة يعني يعني مش وحش في أطفال بتنهي السنة الأولى من غير تسنين خالص من غير أسنان أصلا فهو عنده سنتين تمام؟ وهو بيصحف ده الزحف ده عادي يعني هو لسه بقى هيبدأ مهارة المشي اتكلمنا عن هذا الأمر في الحلقة قبل السابقة اتكلمنا عن المشي في الحلقة قبل السابقة وقلنا أن الأطفال ممكن تبدأ مهارة الوقوف بعد نهاية السنة الأولى أو يبتدوا بقى يمشوا يتسندوا على كرسي أو مسكين إيدينا يعني ما بيمشوش لوحدهم في أطفال بتعمل ده عند سنة ونص فأنا شايف أن طفلك طبيعي تماما ولكن من أجل الاطمئنان أحب قوي أن احنا نعمل تحليلات برضو مستوى الكالسيوم كالسيوم الآيوني والكالسيوم اللي في السيروم أو مستوى الكالسيوم في الدم ومستوى الكالسيوم الآيوني اللي هو في الدم برضو وبنعمل تحليل فيتامين دال إنما عمياني كده لا ما نديش فيتامين دال ولا ندي كالسيوم لازم نعمل تحليل أول ونعرضه للشمس بس هو بشكل عام السؤال مطمئن جدا